مساء الجمال كوسان طيبين الحلقة الثانية من بميت ويش نيلي كريم ممثلة تلقائية قوي وصوتها نبرد صوتها كده بيلمس مع الواحد مميزة جدا بتقوم بتدور تمثيل يعني تشوف يعني تطلع فعلا بنت نصابة واتنصب عليها وفي واحد هتواخده مني وفلوس هيبهدلها بلطاجي مفيش ميكياج الحلقة الثانية كل اللقطة نيلي كريم مفيش اي ميكياج بتمثل بتمثل ما بتطلع شما نظرية الحلقة الثانية بيوريناك قصة عمر وقصة سكر سكر طبعا مش هتسيبه عملة ترقبه ووصلت له سلسه معرفتش تمسك له حاجة عشان تجيب حقها وعمر باختصار شديد عام النهاردة القصة جابه الاول ام وقاعد مع امه ينصب من على النت نصاب مش نتني يعني نصاب على سكر لا نر الكريم وخد نبلغ كيبر جدا راح دفع اشتراك عشان امه تبقى مبسوطة لان امه اتزلبت مع ابوه والسبب برضو جابه القصة ان ابوه بهدلهم كان اول نصاب عليهم من ابوه هو امه ابوه ابوه نصاب عليه وخد فلوسهم وطرادهم بالبيت وترمو في الشارع وسافر مع واحدة صغيرة فهو اخد النص بوراثة زائد كمان ان حياته صعبة لكن هو نصاب شيك اللي عجبني في المسلسل حتى ان اللي كريم بتلبس ستايل وشيك عشان تعرف تنصب فواضح ان القصص هتبقى جميلة في المسلسل واضح ان رتم المسلسل هيبقى حلو قوي رتم سريع النهاردة خلاص هتوصل سكر لعمر وهتعرف تاخد حقا لسه النهاردة الحلقة التانية دي كانت كلها توضيح للقصة بيوريك جمع بطريقة غير مباشرة النصب عن نت مش اي حد يكلمك عن نت اه يعني قال لك ان احمد يبقى احمد لا يعني اكيد فيه نصب مش اي حد تطلع له فلوسك وتعرفه ارقام حساباتك وكده بيوريك نادي زي نادي الجزيرة الاشتراك عليهم فلوس يعني هم عليهم فلوس راح دفع ربعمائة الف او ربعمائة وخمسين الف بنيه يعني اشتراكات نادي الجزيرة والانبيادية اما انت ابن باشا من صغرق من البشرات بتوع زمان يا ام حرامي بس اقلوها بطريقة غير مباشرة جميل المسلسل واضح ان كل حلقة هيبقى فيها السرعة وفيها الاداء وفيها المشاهد الجميلة لان واضح كده تركيبة الممثلين الجروب بتاع المسلسل دم خفيف الاخراج حلو هدوء المسلسل ويوصلك للهدف مفيش قصة الا سكر بتدور على العمر تولي الحلقة النهاردة مفيش بقى قصص متفرعة عشان يمطوا وكده واضح ان المسلسل معمول نظيف العادل جروب طبعا ما بيعملش انتاج اوامطة كامل ابو ذكري مخرجة كبيرة المسلسل هو على القصة دي فاحنا نستمتع بالقصة دي مفيش بقى هيدخلك بقى في متاهاته وكده انتظرونا بإذن الله واشتركوا في القناة ويعمل لايج للجدو شكرا